اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحان الله العظيم موضوع شائك ولماذا لا نسير العصر كأننا نحن شوية عندنا واحدة رجعية لكن في حقيقة الأمر هذه المسيرة وش هي مطلوبة في حد ذاتها يعني اليوم دول العالم كله يتعاملوا بريبة لكن ماشي كله منجعوا بالعكس جول الدول راه هم في المكان دي راه هم كما يقول مكانك راوح فتعامل به ليس ضمانا لتقدم بكل بساطة فهذه المسيرة ماشي مطلوبة لحد ذاتها المسيرة تكون في الشيء الذي يكون يعني له أثر إيجابي ونحن نرى أن ريبة ماشي بالضرورة عنده أثر إيجابي نعم طبعا الإنسان البسيط يعني المواطن العادي ما عنده شمال نجي فلوس ما غير يشري السيارة بغير يسكن بغير يدع المشروع صغير ضروري ما يتاجه البنك اللي كتعمل بالفائدة فلماذا؟ حقيقة هالكلمة دي الضروري خسنا نضبطوها الضرورة عن الفقهاء هناك تعارف من تعارف اللي كيناه الشيء الذي لم يفعله الإنسان هالك يعني التعرض للأذى في الجسد دياله أو في السلامة دياله أو في الحياة دياله فبالتالي خسنا نسألوه نفسنا حقيقة أولا الضرورة تكون في دفع الضرر في جلب التوسع بالتالي ذاك شي ديال المشاريع هذا لجلب التوسع عموما بنسبة للسكن السؤال هو وش الضرورة؟ هي السكن بحد ذاته أو امتلاك السكن إلا فهمنا هذا السؤال أن فهموا أن الضرورة هي السكن باش الإنسان يحمي نفسه يحمي عائلته من الآفات ومن ناحية الأمنية إلى غير ذلك بسألة طبيعية فطرية فما دام يعني هناك بدائل سواء من ناحية الودادية أو الشراء بالدفعات يعني بالتقصيد بدون فوائد ربوية موجودة في بعض المشاريع كذلك يعني الكيراء موجود ما دامت البدائل موجودة فالأمر ليس بضرورة يعني الأمر للاقتراض يكون لامتلاك السكن والامتلاك ليس بضرورة بشكل يقال امتلاك ضرورة يعني الذي رزقك هو الذي سيرزقه وابدائك ما عرفتش هو ما وشا يدروا به واحد الاستعمال اللي هو إيجابي ولا سلبي ربما ي فبالتالي الذي هو من الضرورات هو السكن ماش يمتلاك السكن ولكن كنقوله يعني إنسان تكون كاري أو لا يعني واحد المدة طويلة وتحط واحد القسط يعني أحرام يضيع فلوسه في الكرة لذلك سكيتاجه للسكن أولا شكولي قال لغة إيش وهي مدة طويلة هذه اللولة فأحنا ما عرفناش مسألة الثانية هذك الكراء هو الأصل أنه من المباحث فابتلي لماذا نتجه إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى وآذن فيه بالحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تضليمون أو لا تضلمون فابتلي تعريف دي الفائدة فعلا يعني هو القرد الذي يجلبون يعني كل قرد جلب نفعا مشروطا من المقترد إلى المقرد فهو ربا هذه من التعريفات التي تسهل علينا الفهم دي الربا ما دام ذاك الكرة من المباحات والفائدة الربوية من المحرمات وأن الضرورة لم تقوم لإجازة هذاك الشيء المحرم فبالتالي لا يمكن لي تجاه إليه خصوصا أننا كنا نعرف أن بسبب هذا الفائدة عقارات أغلات بما أن يقول الله الطلب سهل العقارات قبل كان الإنسان ربما مثلا في السبعينات ولا ثمانينات ولا ستينات كانت ربما فيلا في وسط الريباط تأخذها بربعة أو خمسة الملايين للأجرة المتوسطة كانت ربما ألف درهم أو ألف وخمسمائة درهم فالإنسان يخدم واحد يعني يخدم واحد خمسين يعني عنده ألف وخمسمائة يعني هي خمسة آلف يعني واحد لخمس سنين سيقدر يمتلك فيلا اليوم تخدم ربما خمسمائة عام بدك الأجر المتوسط لا تمتلك فيلا كل شيء اللي عنده الإمكانية أنه يشريك بالفائدة الريباوية هو ساهم فيرسفة الأسعار ذي العقار نعم حقيقة يعني هنا هذا أخصنا تعريف الريبا كما قلتم الريبا هو كل قرد جرى نفعا مشروطا من المقريض إلى المقريض إلى المقريض ما هو يعني نفس مبسطوها التعريف هذا العموم هو ربا تعريف ديال من تعريفة زيادات مخصوصة في أموار مخصوصة كان ربا الديون وربا البيوع ربا البيوع عموما متعلق بعض الجزئيات في ربا مثل بيع الذهب بالذهاب بالفضة وبيع الذهب بالعملة يعني بعض الفئات اللي اليوم الحمد لله يعني تجاوزنا بزاف منها لكن ربا الديون لا يزالوا قائما كما قال فخر الدين رازي في تفسيره أن الربا الذي كانت تعريفه العرب هو أنك تقرد ويرد إليك بزيادة هذا ولي كان معروف خلافا لما هو سائد في تصور دي البزر الناس أن العرب ما كانوش يعرفوا هذا القرد وكانوا يعرفوا غيم اللي الإنسان يتزير ويجي يطلب زيادة في الآجل يتعطاله زيادة مقابل الربا لا هذا غلط إنسان يرجع الكتب تفسير التاريخ يشوف بأن العرب كانت تعريفه أنه القرد يمكن يتعطى ويترد بزيادة تم الاتفاق عليها فتعريف اللي نقدون قوله يعني هو جامع هو كل قرد جلب نفعا مشروطا من المقترد إلى المقرد يعني من هذك اللي كيطلب الفلوس لهذك اللي كيعطي الفلوس كيكون واحد نفع مشروط في العقد يعني غانعطيك على أساس ترد بزيادة هذا ربا فهذك يخرج للأشياء الأخرى هذك يعتبره يعني تفسير جامع مانع للمسألة فمليك يكون هذ الفائدة ومليك نشوف الآية دي صورة البقارة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم هذة الآية كافية لفهم المسألة ربا ديون لأن بعض علما يقول ربا البيع تحريمه تحريم وسائل وريبا الدين تحريمه تحريم مقاصد فهذ ربا إلا بغينا نفهمه واش بش حال فين كيبدأ فقط كيحبز كذا هنرجع الآية القرآنية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ما قالش فلكم رؤوس أموالكم زائد تضخم ما قالش لكم رؤوس أموالكم إلا 5% ما قالش فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون هات عليه لا تظلمون الناس بأخذ أكثر من رأس المال ولا تظلمون بأن تسترجعوا أقل من رأس المال لا يرجع لك رأس المال لذلك إلا في تحتي كتب الفقه ما تلقاش القرد في باب عقد الاسترزاق تلقى في عقد الإرفاق مع الهبات مع الهبات لأن القرد مشي باب من أبواب القرد هو من عقد الإرفاق يعني يكون قرد حسن كما جاءت سؤال عديد من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان عندما يقرد أخا له أو أخت له فهو له بكل يوم صدقه وكذلك إذا أنظره فهو له الأجر السؤال المولي يعني يتعلق بشبهات حول الريبا ومنعه يعني كما يقول بعض الناس الريبا تتعلق فقط بالذهب والفضة كما كان على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها علاقة بالأوراق النقدية التي كانت دورها اليوم ما هو شوه العقاب وجرم العمل أو ضرر العمل لكن في مسألة الريبا ما بنلوش ذاك لأنه فأذنوا بحرب من الله ورسول إهرام مسألة كبيرة شديدة تصنيف الريبا من طرف النبي صلى الله عليه وسلم المبيقات التي تبقي الإنسان في النار من الكبائر أكبر الكبائر فالريبا تصنيفه شديد في الإسلام لكن الدرر دياله يقدر ما يظهرش بشكل مباشر وليذلك العيز بن عبد السلام أعترف في هذا المسألة قال إن لم يظهر لي واضح أنه الحرمة لكن تصنيفه بهذا الدرجة ديال الخطر لم يظهر له ذلك الوجه وأنا كان نقول إلا عاش كون عاش العيز بن عبد السلام اليوم معنا يفهم بكل وضوح وجلاء مليك نشوف هذا الموضوع يعني كنشوف أن التدبدو الاقتصادية التدخم الأزمات الضغط الهوس الإنتاجي الارتفاع الأسعار كما قلنا المشاكل الاقتصادية كثيرة متعلقة بالفوائد الربوية فبالتالي من ليك يجي واحد إنسان يقولك ربا هو متعلق فقط بالذهاب الفضة هذا يعني ربما هذا أولا قوله خطير لماذا لأن ربا إلى ما اعتبرنا شهدوك نقود ربما ما نعتبروش فيهم الزكاة هذا أمر خطير جدا هذا القول ثانيا كما قال يعني فقهة المالكية العلة في الربا أو في الأصناف الستة من هدهاب الفضة هي الثمانية فأي شيء إن تعلقت بها العلة الثمانية كان ثمنا للأشياء وحد الشيء اللي كانت داولوا به يعني ثمنا للأشياء كما بغي يكون كما جاء في المدونة عن عمر بن الخطاب لو اتخذ الناس جلود البعير عن الإمام مالك لو اتخذ الناس جلود البعير جلود البعير جلود الجمال وكانت لها سكة وعين لكارهتها بالذهب نسيئة ويؤثر عن عمر بن الخطاب أنه هم بأن يجعل جلود البعير يعني نقودا فابتلي أي شيء يمكنه يكون نقودا إلا تعارف الناس عليه وصار ثمنا للأشياء فبالتالي اللي كان قوله هذا الشيء كأننا نخرج النقود عن وظائفها اليوم وكان سقطه في واحد المغلطة خصوصا أن يعني نقل عن كثير من الصحابة اتفاقهم على قاعدة كل قرد جلب نفعا فهو ربا ونقل عن الإمام مالك نقل عنه أنه كل شيء أقردته بزيادة أقردته ورد إليك بزيادة فهو ربا ونقل نقل يعني نقل مجموعة من العلماء إجماع العلماء على هذا المسألة أن إقراد أي شيء بشرط الزيادة فهو ربا فأي شيء سواء كان طماطم سواء كان أي شيء أقردته بشرط الزيادة فهو ربا لأن دخلت في عقد القرد وما دخلت في عقد البيع وكانت الزيادة دي ما نشور يعني نتكلم عن الزيادة الفاحشة لزيغ هي اللي كنقول ربا لش الفائدة الفائدة اليسيرة لماذا هي أيضا ربا ما هو الفرق هو حقيقة هذه تفرقة ما بين لزيغ والانتغي تفرقة متأخرة جدا جاءت مع الاقتصاديين مع الإيكونومي بوليتيك في الغرب لأننا خسنا نعرف أن البتداء من القنة 19 عاد توسع الغرب في استعمال الفوائد الريباوية ما قبل ما كانش فقط من بعض اليهود مع غير اليهود ف من اللي كان نرجع لدكسيونير دوليتري القنة 19 لزيغ توت اسباس دانتغي توت اسباس دانتغي سي لزيغ فأي زيادة هذا القاموس دي المعجم الفرنسي يقولك أي زيادة كو بخودو الارجان القرد فهي ريبا كو بخودو فبالتالي هالتفرقة ما بين ريبا والفائدة هذي تفرقة من ناحية المعاني لا معنى لها لأن الأصل في الأعمال والمعاني لا الأفض والمباني تقدم تسميها مشروبات روحية ولكن تبقى خمر تقدر تسميها يعني يعني علاقات تبقى زينة تقدر تسميها فائدة ولا عمولة ولا تقدر تسميها اللي بغي تقدر تسميها تصدقة مع النغارة نحن في المنظومة الفقهية نحكم على العمل على العقد هذا العقد ريبا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ما قالش ريبا يسير أو فائدة يسيرة أو رؤوس أموالكم وزيادة يسيرة قال الله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فهذه الآية ترد على جميع من يريد أن يفارق بين الزيادة القليلة والزيادة الكثيرة يعني هناك من يقول أن هذا يعني الزيادة في اليسيرة هي فقط تغطي مصاريف الملف أو تكافئ تكلمونك يعني ذك فرصة ضائعة فرصة ضائعة وتنزل عن السيولة كيف ممكن أن نرد على هذا أولا البنوك ليس مؤسسات غير ربحية مؤسسات ربحية فبالتالي ليس شيء يقول لك البنك سيقرض وني وهذا شيء غير اختفاء فقط المصاريف الملف والتكلفة هذا إما لا يفهم الاقتصاد إما يستهبل الناس لأن البنوك مؤسسات ربحية فيلاس البنك بواحد في المياه عرف أنه ربح معك لأن تقام عليه القرض هو 0.8 أو 0.7 كانت قروض في أوروبا بواحد في المياه مليك كانت الفائدة للبنك المركزي 0 أو 0.25 كان القرض بواحد في المياه فمنك يجي واحد اليوم في المغرب يقول جوج في المياه فقط تغطيه مصاريف الميل فهذا مع احترام من الشديد لمكانته لم يطلع حقيقة على تفصيل ذلك القرض كلام قيل أو صور له خطأ وهذا أخطر لأن الغلط من الذي فسر له الوضعية لم يفسر له جيدا البنك مؤسسة ربحية وما طلب منك أنك تقول راه كي يغطغ المصارف البنك مدهشت فيك أنت كعالم تمتيل الشريعة البنك لا يعيلك اهتماما وهو خدام خدمته مع الناس اللي زبناء دياله فأنت كذلك خدم خدمتك مع الناس اللي يتكلموا ويسمعوا الأمور من ناحية الشرعية أعطيهم الصورة الحقيقية فأولا البنك يخطي فائدة لا يغطي المصارف يغطي ثلاثة مسائل يغطي تضخم ويغطي المصارف ويغطي الأرباح فذلك النسبة تقطع على ثلاثة على حسب الفئة دي لكل حاجة كتحيد التضخم كتحيد الأرباح كتحيد التكلفة كيبقى له الأرباح إلا ما بقلوش الأرباح هذا ولا جمعية ما بقاش بنك وهذا لا يقول بها عاقل مسألة الثانية السيولة والفرصة الضائعة تعليل الفائدة بتنزل على السيولة هذا قالوا بعض الاقتصاديين منهم كينز لغنوا وصمال ولكن حقيقة هذا الاقتصاديين نزعوا فيه حيث بمغيس لم يقر له بهذا قال القول بأن السيولة الآن أولى وأنفع من السيولة غدا ليس مضطارضا ليس ديما إنسان الملك يكون يعني عنده جميع الاحتياجة دياله والسيولة الآن قد تكون فقط ضياع أو خطر يفضل سيولة بعد غد أو السيولة في مكان آمن إنسان اللي عاد ما كيبغيش المكلة ده ما كيبغي المكلة من بعد من بعد ثلاث ساعة ربعة ساعة كذلك سيولة ربما الإنسان اللي بجميع الاحتياجة دياله السيولة مش ضرورة عنده الآن بالعكس هو كيقول أنه من دب شهر ولا عام ولا عامين نحتاج سيولة لمشروع ما إلى غير ذلك فبالتالي الآن يفضل أصول أو استثمارات التي ستأخذ من قيمة سترتفع القيمة دياله فهذا المسألة غير مضطردة ثانيا المسألة دي الفرصة الضائعة هذا وهم لماذا؟ لأن تعليل أو تجويز ربعة أو الفائدة بالفرصة الضائعة شنو معيني سيقول للك أنا أكون خليت ذكر لساندي استثمرهم غير يزيد القيمة ديالهم غير نربح وحقا مشي بضرورة تقدر استثمر في مشروع ويخسر آلا إلا هذه ما كانت كرهاش إذن نترى ديجا في واحد المنظمة اللي هي تخالف قوانين الطبيعة الاقتصادية شنها هي في الاقتصاد ما كينتشي معاملة اللي ما فيهاش مخطرات الخسارة ما كينتشي معاملة أتقول للكيراء أنا أقول لك الكيراء هدك اللي كي كريم عندك يقدر يقلس لك في الدار ويضيع لك أشهر دي الأداء يقدر يهرس لك الحيوط ولا الأنابيب ولا ينقص من الجودة ديال الشقة يعني أنت مليك تكريل وكتأخذ واحد لأجراء أنت كتشوف أن الشقة ديالك غتحتاج إصلاحات من بعد يعني هو يستهلك ذك الشقة فبالتالي الفوصة الضائعة هي وهم علاش لأن ذك الفلوس كون خليت يوم عندك أولا أنت اغتعني من تضخم لماذا لأن تضخم كل شيك يعني منه علش بغيتي أنت تتحيد عليك تضخم وتعطيه الأخر يعني الغنم بغيتي الغنم ديال ذاك المال خسك تحمل الغرم ديالهم بغيتي الأرباح ديال ذاك المال تحمل الخسارة ديالهم لا هو يتحمل الخسارة ديال تضخم وانا نغنم لما يمكن هذا يخالف الحديث ديال الخراج بالضمان والقاعدة دي الغلم بين غلم ثم الفرصة الضائعة إلا ستمرتي في واحد المشروع أخسر أعلن أنت تكلم لي غير الجانب ربح دائما كان ربح وخسارة في الاقتصاد من غير في ريبا ولذلك كان ريبا هاجينا وشنيعا وقال أريستو بأنه من أشنع أنواع التكسب هو ريبا دو توت لي مانيير دو سنغيشير سي مانيير البلو كونتخوناتور تخالف جميع قوانين الاقتصاد الاقتصاد فيه ربح وخسارة ولكن حاليا نجعل موضوع التضخم ولو باقتضاء يعني حاليا كنشوفوا أن مستوى التضخم وصل للمستويات قياسي يعني تقريبا أن 7% حوالي 7% فأنا إلا حطيت فلوسي في البنك وما أخذتش عليهم تشي فائدة هرا مع الوقت ما توقعش عندهم قيمة اللي كانت عنهم هلش ما تعودش هاد القيمة هذي وخاء أن أسعار الفائدة الآن ما كتوصلش لأسعار تضخم على الأقل تعود جزء من ذلك التضخم اللي يفقد القيمة دي المال هذي سبحان الله العظيم في حل شاب واحد إنسان سليم معافا ودخلوا واحد الفيروس وقالوا بلا هاد دوار ما غا تقدرش تعيش فأخذك تأخذ هاد دوار كل سنة فكيأخذ هادك الدوار وكيقولك ما عندي من دير كينساء أن الوضعية الأصلية دياله الفطرية دياله أنه كان سليم كذلك الاقتصاد الاقتصاد قبل الفوائد الربوية والنقود الاعتمانية اللي هي طبع طبع الأوراق النقدية وخلق الاعتمان وخلق النقود من خلال القروض البنكية كان سليم ما كانش في هاد نساء بديل تضخم فبالتالي جبنا واحد الاقتصاد كان سليم دلنا فيه منظومة مرضية سرطانية تبني توسع الكتلة النقدية بالفوائد الربوية وقلنا له أهل علاج عندك في الفائدة الربوية هذا كالذي يقول الشاعر وداويني بالتي كانت هي الداء يعني واحد مسكين يعاني من الخمر موذ من خمر كتقول له أجي غنعالجك بالخمر هذا موذ من خمر كتحيد له الخمر ولذلك نحيله على حلقة التضخم سبب العلاقة ما بين تضخم الربوية هي علاقة الأب مع الإبن الأب هو الفائدة الربوية والإبن هو التضخم التضخم النتيجة فلا يمكن معالجة مرض أو اختلال بالأسباب التي أوصلت إلى ذلك المرض أو ذلك الاختلال هذا جنون هذا جنون ولذلك يعني الفائدة لا تعالج التضخم بل هي تزيد منه وفي الحلقة الأخرى يعني كين واحد تفصيل 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 نعم هذا يجرنا إلى نعم عرفنا بأن أسباب التضخم هي الربو ولكن لماذا لا نقلش نرجع المال بالقيمة وهل ممكن هذه المسألة هذه أو لا هو الفقهات تكلموا على هذه المسألة و ارجع المال بالقيمة هو كذلك يعني محاولة علاج المرض بعرضه بالسبب الذي أدى إليه معالجة إرجاع القرض بالقيمة هذا يكون في حالات استثنائية بمعنى حالات الكساد في حالة قالوا الفقهات مثلا النقود فقدت أكثر من تلوت فقدت أكثر من تلوت بسبب طارق حرب فسد مشكل طارق مرض أزمة إلى غير ذلك ديك ساعة يكون من الظلم أن واحد الإنسان تسلف لك واحد القيمة وترجع له واحد القيمة قل منها بزاف لكن في الوضعية الطبيعية الاقتصاد التي يكون فيها التضخم ليس طبيعية وضعية ربوية الاقتصاد التي يكون فيها التضخم 1% 1% 3% 10% هذه القيمة التي سترجعينها لأنه في هذه الحالة كان الذي لديه تضخم وكان الذي لديه العكس فهذا الذي نريد مثلا سيارة مع الوقت السيارة كتفى قيمة فأتقام عليها رخص وهذا الذي يريد يشري العقاء ربما تزد في الثمن وربما الثمن الذهب هبط كان واحد يريد يشري الذهب فالذهب البارح كان غلى من اليوم فشنو سترجع له قل من القيمة ماذا هو المعيار القيمة التي ستجعل المعدل الاستهلاك لا يكون كل شي يستعمل هذا كمعدل الاستهلاك إذا قلت هذه المسألة وقبلت به شرط فإنك تختم لكن عموما لماذا لمسلمون بوحدهم هم الذين ينفردون بمنع الفائدة البنكية أو تحريمه كما 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 لاحظ الكثير من الغربيين المسلمون هي الديان اللي بقات مزلك تقول أن الأشياء التي هي حرام في كتابنا لا نتجاوزها الأمم الأخرى يعني بزاف منهم تجاوزوا منهم النصارى اللي في 1822 قال الفاتيكان يعني خضع للملوك والأثرياء وقال يعني طيب نجيز الفائدة أما كان قبل لا يجوز عن النصارى الفائدة لا تجوز بال في الكونسيل دو باري يعني في مجمع باريس ديال الفقهاء ديال النصارى ديال القرن 13 طارق طالب المجمع بتكفير بتكفير الذي يتعاطى الفوائدة الربوية بس تعرف أن المسألة كانت خطيرة جدا عندهم لكن تغيرت الأوضاع وغسلت بعض الدماغ فبالتالي تجاوزوا هذه المسألة وصارت يعني جاربها العمل اليهود إلى اليوم اليهود المحافظون لا يتعاملون بالفائدة الربوية بينتهم يتعاملون مع غير اليهودي كاسمه القوييم يعني كأنه أدنى درجة من درجة الدنيا فمن بعد لكابتيفيت بابيلون من بعد ما وقع من أسر بابيل جاءت هذه الإجازات لأن قبل كان عندهم ممنوع التعامل بالفائدة الربوية سواء مع اليهودي أو غير اليهودي لكن نبهنا الله لهذا في صورة النساء لمن تخلني ذاك التي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبة وحلت لكم وفي الآية شنو فيها وأخذيهم وربا وقد نهوا عنه أخذيهم وربا وقد نهوا عنه فهذا تنبيه لأنها في القرآن أحيان كثيرة تخطب يعني كان خطاب البني إسرائيل ولكن المسلمين خصومي تعضوا من هذا الخطاب فكأنه موجه إلى الأمة دينا فبالتالي ما أخذناش نسقطه في هذا المرض لأنه حقيقة مرض كبير دي الفائدة في الاقتصاد نعم إذن عرفنا الحمد لله لماذا الإسلام الحمد لله عندما نتكلم عن المسلمين تكلم عن الجمهور المسلمين أن هناك بعض الدول الإسلامية مع الأسف التي ما زالت تحل فوائد فوائد من ناحية المنظومات يعني كلها تقريبا من ناحية التسيير عمليا يعني كل شيء يتعمل بالبنوك إلا التجربة السودانية التي إلى حدود بعض السنوات الأخيرة كان عندها منظوم اقتصادية إسلامية بما فيها البنك المركزي إسلامي والبورصة إسلامية والبنوك إسلامية لكن التغييرات الأخيرة مع الثورة وكذا جاءت بالعلمانيين للسلطة فبدو كحيدوا هذا نعم الأناظرنا المحور الأخير في هذه الحلقة واللي هي مآلة الريو إذا بغينا عرف أولا ما هي علاقة الريبا بالطبقية بسيطة قضية الريبا كما قلنا الريبا يجعل الحياة الفقير أغلى أولا مليك يبغي الغاني كما قلنا يشريك الشقة إذا كان تكسبه مثلا 100 مليون يجب الشيك دياله يعمر 100 مليون ولا يقدر يخلصها بالناجز إيشان 100 مليون أما إذا بغي الفقير يخلصها تقام عليه 150-160 حسب نسبة الفائدة على عشرة السنوات ولكذا هذا يزيد في الفوارق مثال الثاني الذي يزيد في الطبقية الريبا مخالف لطبيعة الاقتصاد لأن الريبا ديما ربح في حل منشار البونك في حل منشار طالع ربح ولكن نازل ربح طالع واكل نازل واكل يعني بيد أن في الاقتصاد بعض المشاريع كتنجح وبعض المشاريع كتخسر فمليك يكون المشروع ينجح نتقاسم الأرباح ما كانش مشكلة بالنسب لأن تفقوا عليها مليك يخسر المشروع وخص نتقاسم الخسر هذا هو العدل قمة العدل لكن بما أن الفائدة الريبا هي تربح فمليك يطلع الاقتصاد هما يأخذوا الفائدة والمشروع يأخذ الأرباح ومليك يأخذوا الاقتصاد هما يأخذوا الفائدة والمشروع يبيحويش هذا يزيد ولذلك عبر القرون هذه ليس مسألة عقد هذه مسألة قرون عبر القرون تكونت أسر ربوية مورغان روكفيلير روتشيلت أسر ربوية ودول ربوية دول تستفيدوا من الفوائد الربيعي ودول الفقيرة نيجيريا تسلفوا قرد الخمسة الملاير في ذلك القرد سدادوا 85 مليار فوقت مركبة وكي تعطلوا وضياتهم يعطوهم سداد مؤجل بزيادة إلى غير ذلك فالطبقية تزيد لأن واحد أعطى خمسة ودخل 85 وواحد راه يتقاتل بشيخلص 85 الأغنية يستغنون والفقراء يزدادون فقرا طيب هذه علاقة تريبة بالطبقية تكلمنا على علاقة تريبة بالتضخم ما هي علاقة تريبة بالأزمات الاقتصادية العلاقة تريبة بالأزمات هي أن الفوائد الربوية من ناحية اقتصادية هو مضاعف ما معنى مضاعف؟ بمعنى بالفوائد الربوية تمكن النمو أسرع وأكبر والأزمة تكون أسرع وأبشع فمليك يأتي واحد المشروع وكيتسلف بالفوائد الريبوية إذا نجح المشروع رغي يعطي الأرباح لصاحب المشروع والفوائد الريبوية طيب فهناك نوع من التقاسم لكن مليك يخسر المشروع ما كيتقاسموش الخسارة عموما مليك توقع الخسارة كنت تقاسموها كتجي مقبولة لكل طرف كيكون عشرات الأطراف مثلا كل واحد كيحمل شي شوية عليه مليك يكون طرف واحد كيتحمل صاحب المشروع أنا البنك مناقلش على لي أنا عندي لبوتا أنا عندي الرهن أنا عندي دار الكاميرا هنا وعندي الأرض دير الكاميرا هنا وعندي السيارة دير الكاميرا هنا ننتظر ببارسك خسك تسدد عموما يخذوا رهن هما فتك صاحب المشروع حاط مئة مليون المشروع فشل قد عنده غي خمسين مليون في السلعة ورس المال إلى آخره يعني يجيب خمسين مليون زائد الفوائد الريبوية اللي يتكون عشرة ولا عشرين مليون فكيد طر أنه يبيح ويجو كبير الممتلكات دياله فهذاك يزيد من الأزمة لأن هذاك مول خمسين مليون كان يمكنه يتعكل ويطايح على رجل وحده وتوقع خمسين مليون ونتقاسم ذاك الخسارة دي الخمسين خمسة وعشرين هنا خمسة وعشرين هنا ولا ثلاثين هنا ثلاثين هنا ويقدر يعاودي انطالق بتداء من ذاك خمسين مليون فالفوائد الريبوية مضاعف للأزمات كيكون مضاعف للنمو ومضاعف للأزمة في حل الأزمات أزمات المالية نعم والأزمة المالية الأخيرة ديال 2008 كان سببها هي الفوائد الريبوية على السكن فعلا كان سببها هو تسكيك تسنيد الديون الريبوية ذاك الديون الريبوية كان عموما واحد السياسة والسعية في الديون من طرف إدارة بوش كانوا كيعطوه يعني قروض الناس كيسمهم نينجا نو إنكم نو جوب نو آسات يعني لا دخل ولا عمل ولا ممتلكات ما عندو والو كيقولوا عاجي ماشي مشكلة غنسلفوك علاش بناء على فرضية مغلوطة اللي هي أن العقار ديما كيطلع لا بعض الأحيان العقار كيهبط ف كي تسلفو مليكي وقع أدناتها دبدوب كيحب السداد مليكي حب السداد كديرون له السيزيد الدار الحجز هذا الدار ما يبقاش عند البنك خصو يبيعه مليكي حجز وحده جوجه مشي مشكل عندهم ولكن مليكي حجز 100 و 200 منزيل كيبيعه مليكي بيعه كيزيد العرض كينقص الطالب كيه تتمنز مليكي حبطو التمنز كتنقص المداخل كيهبطو القوائم المالية الأصول القيمة الأصول في القوائم المالية ديال الشركات كتنقص بما أن ذاك الدين أمريكان شنو داروا هما داروا لها التسنيد وباعوها في العالم يعني البنك مليكي سلف مبقاش عندو ذاك القرض كي تسناع عشرين عام باش يدخل لا لا داروا فورقا في واحد العقد وبعد ذاك العقد في الخارج في اليابان في فرنسا في أوروبا إلى غير ذلك فمن وقعت الأزمة في أمريكا دارت العالم كله وهذه أزمة ربوية بامتياز نعم شكرا دكتور سؤال الآخر التي تكلم دائما في علاقة الريبا ما هي علاقة الريبا بسياسات التوسعية لبعض الدول هو الفائدة الريباوية هي واحد الشيء يعني تراكمي بما أن هذا الشيء تراكمي السوق ديال الدولة هو واحد السوق محدود فبالتالي ملك يكون عندك واحد المنتج لك يدخل واحد الفلوس بدون عرق وبدون تعب ومخالف الأصول الاقتصاد وقواعد الاقتصاد تحبد يعني إدخال ذاك المنتوج للدول اللي ما زال ما كيعملوش بالفائد الريباوية حتى توسع القاعدة ديال رأس المال الذي تقرضه بفائدة فتوسع القاعدة ديال الفوائد وديال الأرباح من الفوائد اللي كتجيب فبالتالي طبيعي أن المنظومة ديال الفائدة الريباوية تكون واحد المنظومة توسعية احتلالية بسألة بسيطة هذه نعم هذا كي جرنا لواحد السؤال اللي يقع عندنا في المغرب كما كتعرفوه في عقد الخزيرات في بداية القرن العشرين فكان وعندوا علاقة بفتحة برانك مركز فما هو هذا القرن ما هي هذه القصة حقيقة كما قلنا الاقتصاد راح نحن 13 القرن ونحن نخدم بالأرباح الحمد لله على ناحية على الأقل على الصعيد للمؤسسة الدولة ودولة المسلمين راح كانت من جنوب فرنسا إلى اندونيسيا وبلا فوائد رباوية وبخير الحمد لله فالناس اللي كتصوروا أن لا اقتصاد إلا بفائدة هذو الناس يعني لا يجهلون التاريخ لأن هذه حضارة كانت تقريبا كتمثل تلوت دي العالم المعروف كانش فيها فوائد رباوية على صعيد مؤسسة الدولة فكان الاقتصاد سليم فطري ثم جاءت المنظومة رباوية اللي هي توسعية كما قلنا فأخصاد دخل المغرب دخل الميسر دخل نيجيريا دخل جميع الدول باش توسع القاعدة دي القرود دخل الدولة العثمانية لأن الاستعباد المعاصر لا يكون بالسلاسل الاستعباد المعاصر يكون بالديون لأن المدين يخضع رقبته الدائم فبالتالي اللي يقع في عقل الخزيرات هو أن بمجيبه كان عنده مجيبات كثيرة من مجيبات دياله إنشاء بنك مركزي وطبعا بعض العلماء مطالعين على شنه هو البنك مع أن البنك المركزي في الأول كان كدر غير عملية استرفو كده ولكن باين شنو غير دير البنك الدور ديال البنك في أوروبا كان معروف في القنة 19 شي كان خزيرات بداية القنة عشرين فالعلماء يعني علماء أفاس مجموعة من العلماء علماء أفاس عموما لم تخلني الذاكرة سحبوا بيعتهم لشدة رأوا من هذه الخطورة هذه المؤسسة اللي غتكون في البلد ديالهم وبالتالي في الأول كان هناك يعني كان هناك تدافع لكن في آخر المطاف كيبقى يعني الاحتلال هو اللي كانت عنده الكلمة الأخيرة بإمضاء عقد الحماية في 1912 إذن هذا كيبه إن خطورة الريبا وكيف أن العلماء المغرب كانوا تعاملون مع قضية الفوائد الريباوية والبنوط المركزية آخر سؤال في هذه الحلقة يتعلق بنظرية يعني الدكتور طالح لو عندكم نظرية تطرحون فيها علاقة العلية بين الريبا والكفر ما هي ما هي هذه النظرية وفعلا هذا ربط هذا يمكن يبدو من الخطورة بمكان وحقيقة هذه النظرية في 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 طور التفصيل لكن عموما ما هي العلاقة بين الريبا والكفر إنها كما نرجع العز بن عبد السلام لستغرب الشدة والوعيد اللي مرى القضية دي الريبا أنها في حرب من الله وفي مبقات كبار الكبائر ف لتبسيط المسألة الفائدة الريبا هي هي واحد كما قلنا ذاك المرض اللي كتتضخه في الاقتصاد ملي كتضخ ذاك المرض في الاقتصاد شنو كيولي كيولي إنه واحد الحتمية إن الدولة إلى مثلا عندها واحد المداخيل دي المئة وعندها واحد القرد دي المئة لأن اليوم كثير من الدول الغرب الدين العمومي يفوق النتيج الوطني الخام البيبي فوق 100% النتيج الداخلي الخام ف بما أن عندك واحد المداخيل دي المئة وعندك واحد دين دي المئة الدين السنة المقبلة ستخلص 100 وجوج لـ 103 هذه 83 ستجيبها كوكان يعني واحد منظومة إسلامية يكون تقاسم الأرباح والخسائر عادي يمليغ يكون الرباح يكون توسع عن قسمه ومليغ يكون كيماش عن قسمه تهوى العدل لكن بحتمية الربا وهذاك السرطان دي الفائدة الرباوية حتميا كل سنة خصنا نصدد جوج لـ 3 إضافية لكن الاقتصاد ما فيش دائما نمو فيه نمو وان كيماش هذه طبيعي عام يكون فيه عام ما يكون فيه شتا مثلا عام تكون فيه تجارة مزينة عام ما تكون فيه تجارة مزينة عادي هذه طبيعة السيرورة للتاريخ لكن الفائدة الرباوية كما شفنا ما كينش عام هي عام لكن كل عام بما أن كين هاد الحتمية فكت تحتم علينا واحد الحتمية واحد آخر شنا هي حتمية النمو كي يقول الدول والأشخاص ما عندهم مش الاختيار ديال هاد العام غن مشو بشوي علينا بقاش هاد الاختيار ولا كل عام الانتاج خصو يكون أعلى وأكبر من السنة الماضية لأن الفائدة أعلى من نسبة النمو أو نبيع الممتلكات الدولة والخوصصة والأراضي والموانئ والطرق الدولة باش نسددوا الفرق إلا كان النمو جوش في المية والفائدة ثلاثة في المية من نجيبه وصيصة تقشوف وخفض الحجور طبعا لأن نبيع وشي حاجة باش نخلص الفائدة الحتمية دي النمو هذة الحتمية دي النمو هي اللي جعلت السياسيين اليوم الهدف الأول ديهم هو النمو بما أن الهدف الأول دي السياسيين هو النمو هذنمو شنه وشنه هو نمو دي النتيج الوطني المحلي الخام هو زيادة الإنتاج لسهم دي فالغا جوتي زيادة القيام المضافة اللي كنتجوها الناس كخدمات أو كسلاح مزيان إذن كل سنة خصنا نتجو أكتر ما يمكنش نقول شي سنة غيرتاحوا شوية ما فقاش ما يمكنش خصنا كل سنة نتجو أكتر ولكن هذش يقدر يخدم اللي كتكون يعني النسل كيكون غادي في زيادة كيكون الناس اللي غينجو أكتر ولكن شنه هنديرون اللي غاكونوا في حالة الدول في حال روسيا ولا اليابان ولا كتير من الدول الغرب اليوم اللي النسل فيها غادي وكي نقص كيفاش غنزيدو الإنتاج وحنا كنقصو كناس كمنتجين إذن خصنا نزيدو في الإنتاجية خصنا نزيدو يا إما في ساعات العمل يا إما في الإنتاجية بمعنى الضغط في العملية الإبداع والإنتاج وإخراج المنتجات والخدمات الخارج مزيان بما أن كين هذا الضغط فالناس كمنتجين لأن أهم ثروة مش هي رأس المال أهم ثروة هي الإنسان هي العمل دي الإنسان رأس المال هو فقط عمل ماضي تراكما بلكن نشوفوا اليوم واحد العمارة رأي رأس المال فعلا ولكنها قبل ما تكون رأس المال كانت عمل دي الناس هذك العمل تراكما وأخذ واحد لهيئة بما أن الناس خصوم يخدموا كتر وخصوم يعملوا كتر وخصوم يجتهدوا كتر الناس راح عندهم غير ثمانية ولا تسعود ساعات اللي عندهم فيها الطاقة فما يمكنش يدوز من ثمانية لتسعود من ثمانية لعشرة ولذلك ثمانية ساعات يخصوا يضغط فيها كتر على ذاته باش ينتج فكيولي إرهاق أكبر وكيولي وقت أقل أو خاطر أقل بمعنى ما كيبقاش الوقت الحقيقي لذاته ولعبادة ربه وللتفقه في دينه كيولي عنده الضغط ديال العمل كيدخل عيان يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم علاش لنخص حتمية الانتاج خصيصية في الانتاج كل عام كيولي عنده الخاطر دياله والبال دياله والأسرة دياله والوقت دياله أقل كيولي دطيراب كيولي ضغط ما يمكنوش يمشي يدخل ويبدأ يمشي الدرس الفقهي ولا علمي يتفقه ولكن كيولي عنده وقت أقل لعبادته كيولي خصو يصلي بالصرباء ما بين كذا ما بين معاد ومعاد ولا ربما يجمع الصلوات فكيولي ضغط فكيولي ضغط فكيولي جانب روحي وكيولي جانب الفقهي والعلمي عند الإنسان بسبب هذا الضغط فحتمية الانتاج على المدى الطويل من اللي غندون طلبه من الإنسان أنه ينتج كتار 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 وشعوب ينتج كتار كتار ألا شاء نخصة تصدد ديال بالفائدة ربوية كيجعل أن الإنسان ما كيبقاش يعرف دينه ما كيبقاش عنده الوقت باش يتعرف الدينه ما كيبقاش يعرف شنه نواقل الإسلام شنه أركان الإسلام أركان الإيمان الأحكام الفقهية الأشياء التي تخرج من الإسلام إلى غير ذلك فكيولي عنده ضعف في التكوين الإيماني وكيولي عنده قابلية أكثر أنه يزلق أنه يطحف شي حاجة من نواقل الإسلام مثلا من نواقل الإسلام لمتشر اليوم في المجتمع سب الدين وسب الملة سب الخالق الاستهزاء من الشريعة هذه كلها تخرجه من الإسلام ولكن الناس ما عرفهاش علاش؟ لأن الدوامة الحياة ولت مركزة على الانتاج هذا من جانب الانتاج ولكن ما نسألوش واحد الجانب آخر انتاج ما سنفعل به؟ استهلك يستهلكوا مزيان الناس عندها اللي يخصها عندها الحمد لله كتاكل كتشرب ولكن لا خصنا ذاك الانتاج اللي ينتجنا خصنا نبيعوه احنا لا يهمنا أنك أنت لبيتي رغبتي ديلك وشبعتي خصنا تستهلك حاجة كتر خصنا تستهلك الأفلام الصفار الشهوات الموضة إلى غير ذلك ولكن الانسان الطاقة الاستهلاكية ديلك محدودة خصنا نشعلوا فيه ذاك النار الاستهلاكية الشعلة الاستهلاكية فيجب تأجيج رغبات دي الإنسان شنين رغبات الإنسان هو حب الجاه وحب الجنس وحب المال فمنين غنجيو لهذا الإنسان باش ذاك الانتاج لينتجنا زائد خصنا ندفعوه باش يستهلكوا خصو يبدأ يستهلك أكتر فأكتر كيفش نشعلوا هاد الشعلة الاستهلاكية بالإعلانات والإشارات وإثارة الشهوات إذن خصنا إنسان خاضع لشهوات أكثر فأكتر علاج لنا الإنتاج أكتر فأكتر خصنا لما نبيعوه بما أن هذا الإنسان يستهلك خصنا نزيدوه في الاستهلاك يشري حواج اللي ماشي بالضرورة محتاجهم يبدأ يصرف أكتر يلوح أكتر يعني يخصوا يستهلك أكتر فأكتر إذن خصنا الإعلانات وخصنا جانب شهوات لأن جانب الشهوات غير منتهي يعني حتى إذا لا ترى أغناء إنسان في المغرب يتمنى يكون أغناء إنسان في أفريقيا راح كي يتقاتل وأغناء إنسان في أفريقيا خصوه يتقارن مع أغناء إنسان خصوة تقاتل خصوة شريها地 الشاهوات هو وحد الجانب اللي لا يضبطه الإنسان وتوسعي وكيقل فيه الوازع الإيماني وحفت جهنم بالشهوات والشهوات بزاف الشهوات منها كتكون في الجانب الحرام في حال يعني الشهوات المتعلقة بالجنس ولا المتعلقة بالخامر أو غير ذلك من اختلاط إلى غير ذلك فكيقول الإنسان ما كي يضبطش بزاف المسائل اللي كيدير وفي بزاف المسائل كيبعد من الإيمان كما في الحديث يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارك حين يسرق وهو مؤمن فبالتالي كي ترفع منه كي بدي ترفع منه ذلك الجانب الإيماني في لحظات بعض اللحظات في حياته وكما في الحديث الآخر تكون في تنكا قطع الليلة المظلم يصبح فيها رجل مؤمنا ويمسي كافرة ويمسي مؤمنا ويصبح كافرة فهذا تدبدب ما بين الإيمان والكفر كي يقولي في الإنسان لأنه لنعطاته السعف شهوة وجهنم حفت بالشهوة شهوة رات طريق دي لي الطريق الشيطاني ليس طريق الرحمن فبالتالي من جانب عنه واحد الإنسان اللي مبقاش عنده الوقت ولي عنده الضغط ولي عنده الطراب ومبقاش عنده الحالة والاستقرار النفسي باش يتفقى في الدين دي لي ووالوقت والاستقرار باش يتفقى في الدين دي لي وفي نواقع الإسلام وغير ذلك وعنه واحد مجتمع لي غادي وكي يضغط كي يضغط كي يضغط في الشهوة باش الإنسان يبدأ يدير شهوة مر شهوة مر شهوة ويتوسع في شهوة وهو الأسرة دي لي ووهذا شي هو لك الصب مع الأسف في الكفريات شكرا جزيلا الدكتور محمد طار الحلو على هذه الحلقة ممتعة دائما تتحفون بمعلومات مفيدة وقيمة ونشكر المتابعين بودكاست إرشاد على تتبعهم ونضرب لكم وعدا آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا